موسيقى ينشغل علماء الآثار والباحثون دائما بالاكتشافات واستخراج العناصر التي تم إخفاؤها أو دفنها لفترة طويلة في مكان ما منذ زمن بعيد في مناسبات نادرة يمشي الناس عادة لمسافات طويلة أو في رحلة شقة للبحث عن تلك الاكتشافات الغامضة لذا إذا كنت تهتم بمعرفة تلك الاكتشافات فانضم إلينا في هذه الحلقة لمعرفة أنظر ما تم اكتشافه داخل الكهوف كان متنزهان يسيران في أحد السلسل الجبلية بنيويورك عندما اكتشفوا أكوام غريبة ووجدوا فيها هذا التمثال الغريب وأفادوا أن التمثال له مسامير في عينيه ويحيط برقباته حبلا معقودا وكأنه على منصة إعدام كانوا يعتقدون أنه على الرغم من أن التمثال كان مثقوبا إلا أنه لم يكن هناك لفترة طويلة جدا اقترح أحدهم أخذه إلى المنزل وقد فعلوا ذلك ومن هنا بدأت الأمور تصبح أكثر جنونا حيث بدأ التمثال بعمل أشياء مخيفة جدا كانتقاله من مكان إلى أماكن مختلفة حول المنزل وكان التمثال يترك رائحة غريبة في كل مكان وكان المنزل مليئا بدوي عالية وكان كلبهم خائفا أيضا كان أحدهم إذا بدأ في الاستيقاظ في منتصف الليل يشعر وكأنه مراقب لذلك كان يستيقظ ويشم رائحة ماء البركة الغريبة وكلما وضعوا التمثال في مكان ما يجدوه في مكان مختلف عن المكان الذي وضعوه فيه وفي اليوم السابع رأوا التمثال في ظلال الغرفة المعيشة وعينوه مشرقة في الظلام وقد أفزعهم ذلك وقاموا بالاتصال بالجهات المسؤولة ووضعوه في مجموعة المتاحف وأصبح التمثال الآن جزءا من المتحف بقسم الخوارق والأشياء الغامضة ولا يزال هذا التمثال لغزا للمحققين الكهف القديم المفقود قامت مجموعة من علماء الآثار الإسرائيليين باكتشاف استثنائي لكهف قديم تم إغلاقوه من ثلاثة آلاف وثلاثمائة عام تم العثور على الكهف عندما قام عمال البناء بتشغيل حفار ميكانيكي في حديقة شاطئ البلمعشيم الوطنية باختراق شقف الكهف بشكل غير متوقع وباستخدام سلم نزلوا إلى الكهف المظلم ووجدوه كهفا مفقودا منذ آلاف السنين تخيل كيف رواوا تلك القصة وكيف ذهبوا لأصدقائهم وعائلتهم في نهاية ذلك اليوم يعتقد أن الكهف المربع التي لم يسبق له مثيل والذي يقع على الشاطئ جنوب تل أبيب قد تم استخدامه لإخفاء البضاء الجنائزية وربما دفن البشر وعثر الفريق على قطع فخارية وتحف برونزية تعود إلى عهد الفرعون المصري القديم رمسيس الثاني الذي حكم كانعان شملت هذه الأرض ما نعرفه اليوم بإسرائيل وفلسطين وتوفي عام 1213 قبل الميلاد كما عثر علماء الآثار على عشرات الأواني بما في ذلك أوعية مطلية باللون الأحمر تحتوي بعضها على عظام وكؤوس وأوعية تخزين ومصابيح وأواني طهي ورؤوس زهام برونزية ولم تكن جميعها مصنوعة محليا وكانت هناك قطع أثرية من غزة ويافا ولبنان وسوريا وقبرص مما يشير لأن الأنشطة التجارية كانت تتم على طول الساحل في ذلك الوقت عائلة رجل الكهوف اكتشف العلماء مؤخرا بقايا أول عائلة على الإطلاق من إنسان الكهوف في كهف في جنوب سايبيريا في روسيا قام بحيثون من معهد ماكس بلانيك للأنثروبولوجيا التطويرية في ألمانيا بفعص الحمض النووي لثلاثة عشر فردا من موقعين من العصر الحجري القديم الأوسط في جبل ألتاي والثين من كهف واحد وأحد عشر من موقع مختلف قد توصلوا في استنتاج مفاديه أن الإنسان الكهف عاش على قمم سخرية منذ أكثر من خمسون ألف عام ويقال أن بقاياها تنتمي إلى سبعة ذكور وست إناث وخمسة منهم أطفال ومراهقون تم التعرف على الثين منهم على أنهما أب وابنته المراهقة والباقي أقارب من الدرجة الثانية مثل العمات والأعمام وأبناء العم تم جمع أكثر من ثمانون قطعة من العظام والأسنان واستخدمت في التحليل في حين أن النتائج تمنحهم نظرة ثاقبة للحياة الجماعية والتنظيم الاجتماعي والتاريخ الأوسع للشعوب القديمة ولكنها لا تغبر شيئا عن مجتمعاتهم الفرضية نحن نعلم أن إنسان الكهوف اصطاد الخيول والوعل وجمع المواد الخام وصنع منها بعض الأدوات البدائية كهف فرسان الهيكل إذا كنت لا تعرف مكان كهف فرسان الهيكل فهيا بنا لنأخذ جولة في ذلك الكهف المخيف يبدو منذ الوهلة الأولى وكأنه حفرة كبيرة عادية لكنه يؤدي إلى كهف مثير تحت الأرض والذي كان وفقا للأسطورة ملاذا لمحب النظام الديني في العصور الوسطى لكن لا يوجد دليل على صحة ذلك إن الجزء الداخلي من الكهف مثيرا للاهتمام بقدر ما هو غامض يبدو أنه لم يمسها أحد منذ آلاف السنين وكما يبدو أن الممرات منحوتة بشكل جميل من الحجر الرملي قد يضطر المستكشفون إلى الزحف عبره بعض القنوات الضيقة وهناك شموع ورموز مرسومة على الجدران والسقوف حيث أدرقت إنجلترا هذا الكهف على أنه كهف نصطناعي تم بنائه في القرن الثامن عشر وتم إغلاقه في عام 2012 لأنه يبدو أنه يستخدم في طقوس السحر الأسود في العصر الحديث نتساءل كيف نشأ هذا الكهف ومن زينه بالنقوش الجميلة وما وجدوه داخل هذا الكهف صدرم العالم كله تم اكتشاف الهيكل العظمي لأقدم دليلنا عن وجود البشر على الأرض ويبلغ عمر الهيكل العظمي ثلاثة مليون وستمائة وسبعون ألف سنة ويطلق عليه اسم ليتلفوت كانت ذات يوم جزء من عائلة الرئيسيات التي أدت إلى النهاية في وقت مبكر كهف جاكوار جاعد هل سبق لك أن كنت تبحث عن شيء ووجدت شيئا آخر شيئا أكبر وأكثر إثارة كان هذا هو حال مجموعة من علماء الآثار الذين كانوا يبحثون عن بئر مقدس تحت مدينة المايا وأثناء البحث عنه وجدوا مجموعة من أكثر من 150 شيئا تقصيا كانت مخبأة لآلاف السنين وجدوا الأشياء في نظام من الكهف يسمى بعلام كوب والذي يترجم إلى جاكوار جاعد يمكن تسمية هذا الاكتشاف من قبل عالم الآثار بإعادة الاكتشاف لأن هذه لم تكن المرة الأولى التي يصادف فيها الناس كهفا كهذا ففي عام 1966 وجد المزارعون المحليون كهفا ألقوا نظرة حوله وكتبوا تقريرا عنه ولكن بدلا من الأمر بالتنقيب أمر المزارعين بإغلاق المدخل واختفت سجلات الاكتشاف وبقيت على حالها لعقود قبل أن يتم إعادة اكتشافها مرة أخرى في عام 2018 تم اكتشاف الكثير من الأشياء القيمة في الكهف مثل صندوق من المزهريات والمباخر وسبع غرف للطقوس تظل جميع العناصر في حالة حفظ رائعة على الرغم من البيئات التي كانت موجودة فيها لسنوات تقع القنوات للوصول للغرف في نهاية السلسلة من الأنفاق وهي ضيقة للغاية بحيث يتعين على الباحثين المرور عبر بطونهم وإلى هنا نأتي لنهاية هذه الحلقة أشكركم على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وأراكم بخير للحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة